أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ضرورة أن لا تكون ردة الفعل تجاه القرار الأمريكي بشأن القدس مؤقتة دعيا إلى استمرار التحرك الرافض للقرار لمنع اتخاذ مزيد من تلك القرارات مستقبلا وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال القمة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط هذا وقد دعا البيان الختمي إلى الرض المطلق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والمساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس القمة الطارئة لمشارس الشورى والبرلمانات العربية والتي تميزت بمشاركة وفد كويتي رافيع المستوى لمجلس الأمة برئاسة مرزوق علي الغانم دعت في بيانها الختمي للرفض المطلق لأي مساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس واستنكرت القرار الأمريكي القاد باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل أن الوفد الكويتي قدم ورقة عمل لتكون ورقة عملية تتبعها إجراءات واقعية نستطيع من خلالها التحرك في المنتديات الدولية كالاتحاد البرلماني الدولي ما شددنا عليه في اجتماعنا الآن أن لا تكون ردة الفعل مؤقتة بل يجب أن تكون مستمرة حتى تقينا شر أي قرارات مستقبلية أخرى وحتى نتمكن من إيقاف هذا القرار الظالم الجائر المجتمعون في طريق هذه القمة الطريقة أعلنوا سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كراعية للسلام وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين تفق الجميع على أن يخرج البيان بمواقف تعبر عن ضمائر الشعوب العربية التي نمثلها كبرلمانيون وأيضا نشكر مواقف القادة في القمة الإسلامية يوم أمس في تركيا هذا وكان وفد مجلس الأمة برئاسة مرزوق علي الغانم قد أجرى سلسلة من المباحثات مع الوفود البرلمانية المشاركة في هذه القمة مباحثات ساهمت في بلورة موقف عربي موحد تجاه التطورات الخطيرة بفلسطين مشاركة مهمة وفعالة إذن لوفد مجلس الأمة الكويتي ضمن أعمال القمة الطريقة لمجالس الشهر والبرلمانات العربية والتي تعكس الحرص الكبير لدولة الكويت من أجل دعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين كريم الخرقوري تلفزيون دولة الكويت الرباط